بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أهلاً بالجامعة في قناة ليندا ياسمين للطبخ اليوم حضرت لكم طاجين لبيا خضرة بالسيتون والجاج يعني طاجين في منتهى الروعة يستحق انه يتحط على مائدة رمضان ان شاء الله كطبق رئيسي يعني في منتهى الروعة تبعوا معايا الفيديو للنهاية باش تشوفوا قاعدة فاصل تحضير هذا الطاجين وما تنساوش ديرولي جاملة فيديو أبوني باش يلحقكم كل جديد فيديوهاتي وفرجة ممتعة بسم الله ذلك نعطيكم مقادير تحضر الطاجين تحضر الجاج باللبيا والسيتون لدي هنا طرف الجاج لدي زيتون اللي راني بيته في الماء بشيت نحاله الملح لدي ثلاثة حبات متوسطين تعصر الوردية لدي حبات ماطيش وحباب صل وثلاثة سنين التعثم سكارفجين نحتاج اللوبيا اللي راني نتعطي فورمع شوية تعالي الملح توابل نحتاج ملح راس الحانود فلفل عكري فلفل كحل عندي تابل خاص بالجاج نحتاج الزبدة والسيت وهو عندي هنا يحبت بطاطا اللي راح نقليهم باش نرافق بهم الطاجين تاعي نوق نبدو على بركة الله بسم الله اول شي نديرو السيت هندي هنا ثلاثة معارف قبار تاع السيت هندير هكا نص مغرف تاع مارقارين هننحب الطاجين تاعي هكا نديرو شوية في شوية مارقارين للاسمن اي حاجة لكم عندي حاجة الوصف اشعار الوصف حاجة الهCK اشعار الوصف حاجة الوصف نضع البصل نضع البصل يضع البصل كمعالجاج عندما نضع البصل قطع البصل ليس سبب نضيف سنينة الثون نضيف التواليد نضيف الملح لا نضيف الكثير من الملح لأننا لدينا زيتوني نضيف الكثير من الملح نضيف الزيتون لا نضيف الكثير من الملح نضيف كثير من الملح هذا هو القبيل خاص بالجاج هذا في رس المغرف نضيف الخلفل في رس المغرف لنضيفه وعلى رسل مغرف لدينا فلبل مارفون وعلى رسل مغرف وعلى طماطج مصبر مغرف وعلى رسل مغرف هذا نضيف حلوة نضيف حلوة 15 دقائق ويضيف حلوة جميلة وعلى رسل مغرف نضيف حلوة سيتون ونضيف الحلوط نضيف الشكل مع السيتون نضعها على الشكل الدائري نضعها لكي يقبزها لكي لا تضب المشكل نضعها على الشكل الدائري نضعها على الجاج والتوابل ونضعها لكي يكسب إنه هنا ورقة لكي تضب المصدر ممتعها نضع السيتون والزلودي نضعوا بندن الزيتون والزلودي نضع المشكل وقتها نضع المشكل نضع جواس بنينه مروعة في المائب سوف أتخذ لي وقت ملاحة كفتقلية يعني سوف يكون الشاهي و سوف أتعرون ما شاء الله سوف أضف المرأ سوف أضف المرأ سوف أضف المرأ سوف أضف المرأ أنه ينمو سوف أضف المرأ سوف أضف المرأ سوف أضف المرأ من البحث انتا عديد ذوك هكا الججره طابره حن نحيه بسم الله ندير اللوبيه هكا تكمل طيبها يعني راه تقريبا طيبها نفورتها ما غلتهاش في الماء وهاكا نديرها شوية ما تنوس وهاكذا ضوك في مقلان ندير شوية زبدة نحليها حتى الضوك وهاكذا ضوك في مقلان ندير شوية زبدة نحليها حتى الضوك وهاكذا الشكل التاعه هكاك حمار شبابي نزينه بالطابق هكذاك حمار نحليها حتى الضوك 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 والجبرة نحليها حتى الضوك نحليها حتى الضوك بعد ما أكملت تحضير الضوك تجين اللوبيه بزيتون بالجاج قليت البطاطا ما درتهش هكذا مع الاسوس خليتها هكذا وحدها درتها في البلاسه يردير هكذا على البلا ودرت اللوبيه في الوسط ودرت زرود ديه هكذا والزيتون تاني سيردير على البلا ومبقالي ذوك غير هكذا نسقيه بشوية على الاسوس شوفوا الاسوس كيف اسجد خضر الله الله نسقي الطاجين بتاعي هكا يعني طابق كامل متكامل فيها قاع الخضروات فيه الجاج فيه الجزر اللي لازم نديروها في الاطباق بتاعنا هكا ومعها شوية مع دينوس هكا نشبحوا به الطاجين يعني في منتهى الغوعام اللي هكا لرمضان ان شاء الله لازم هكا طابق يكون رائع ومعها لي جانتا وعنا يبغوا لي فريتي رفقوا بها طوال جانتا وعنا انتمنى انه يعجبكم ان شاء الله وما تنسوش اديرو لي جامل فيديو ابوني باش يلحقكم كل جديد فيديوهاتي والى الملتقى مع فيديو اخر من فيديوهات اللي اندا يسمي للطبخ معاة شوية جهزة اشتركوا في القناة شكرا